دكتورة هيفاء النجار كونك وزيرة الثقافة لن ينسينا أنه السيرة الذاتية لك بالأساس في مجال التعليم بالأساس هو التواصل مع الأطفال ومنهجية التدريس وما إلى ذلك يعني سيدة تعليم أصلا بعد كده تقلت وزارة الثقافة عندك رؤية لها علاقة بتكامل التعليم والثقافة اللي كل العالم كل العالم يحتاج له الآن وتحديدا العالم العربي صحيح اليوم إذا أردنا لمنطقتنا العربية أن تعود وبقوة لأن تكون شريكة في صناعة الحضارة الإنسانية العالمية وإذا أردنا أن فعلا أن لا نتحدث بالماضي وكأننا نتحسر على ما جرى بالماضي علينا أن نتعلمنا الماضي نعم قدمنا للعالم فلسفة وفكر ومنطق وعلم الساعة صناعة عربية صناعة من الحضارة العربية الإسلامية قدمنا الكثير للحضارة العربية الإسلامية ولكن أيضا علينا أن نعترف أن العالم يسير باتجاه ونحن علينا أن نكون مؤمنين أن ما يمتلكه شبابنا وبناتنا من طاقات كامنة وهم بالمستقبل طاقات كامنة لا يمكن لتقادرين أنهم يجددوا وجودنا بالحضارة العالمية على مستوى العلوم والفنون والصناعات الإبداعية والبرمجة والذكاء الإصطناعي هذا لا يمكن أن نتحقق بدون هذه التكاملية والرؤية الشمولية للثقافة والتعليم بأن التعليم والثقافة بكملوا بعض اليوم المدرسة لم تعد يجب أن يكفينا عزلة المدرسة عن المدرسة عزلت في صفوف الصف يجب أن يكون حالة مسرحية الفنان يجب أن يكون الفنان المحترف يستطيع أن لا نريد للطالب أن يتعلم فن شكلي إذا أردنا لهذا الطالب أن يكون مفكرا نقديا وباحثا المدارس أصبحت أسيرة المناهج النمطية ولم تعد بوابة للحياة للخبرات للمهارات دي مشكلة حصلة بره بيحاولوا يتدركوها ويضيفوا مناهج مختلفة عشان كده بسأل حضرتك أعطي سنوات عمرك القدسية في التعليم قد إيه؟ 35 سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر